الدمار هنا أسكت نداء هذه المئذنة وهو ما ألفته هذه الأسرة في رمضان الإفطار عندها صار على أطلال كثير من الذكريات وقليل مما عادت تملك بعد الحرب الإسرائيلية على غزة والتي كان لحي الشجاعية هنا النصيب الأكبر من دمارها في مثل هذه الأيام من رمضان الماضي نحن في وضع صعب وفي حصار وفي دمار بيوتنا كما ترى نعيش في بيوت بلاستيكية لكن هذا كله لا يضيرنا لأننا أصحاب حق ولا بد أن نبقى في هذه الأرض ألاف المنازل في الحي الأكبر بمدينة غزة لا يزال ركامها على حاله حتى توارت أجواء الشهر الكريم خلف سحب مثقلة بهموم السكان يعني أجواء رمضان علينا صارت صعبة صعبة جدا يعني وأنت شايف الوضع المادي للناس كلها ليته يعني فيش الموظف بيقبضش العامل جاعد يعني دوب دوب يعني مساتيرها الحياة يعني دوب دوب يعني بنقضي قوت رمضان باللي تفهمها وبنطلع بنفطر في الهواء لأنه ما فيه مكان موجود كويس يعني حتى صحة نكون فيه البعوض أكلتنا السوابح سرتيجة علينا في قلب البيوت النيلون هادي ما حد الشدد معنا يعمر لنا بيوتنا شوارع الشجاعية لم تعد تعج بزحمة أطفالها بعد الإفطار فمعظم سكان الحي المدمرة بيوتهم اضطروا لاستئجار بيوت خارجه وبقي القليل منهم داخل الحي محتفظا بالذكريات بعض الفطور الولاد بيلعبوا تحصى الضواي بيطلعوا بينزلوا بيلعبوا بيشتريوا حاجاتهم بيصير زيارات عندهم بيصير أي حاجة بيفرحوا اليوم ما انت شايف ظلمه وما في الشي لا طلعه ولا نزله وكله بيبكي يعني كله بيذكر في الماضي قل ماضي يا لي جدا يعني كان صعب صعب جدا صعوبة يتخللها بصيص أمل ينير الطريق أمام تفاؤل الفلسطينيين بمستقبل أفضل الزينة والفوانيس وحتى الامسحرات كلها ملامح غابت عن أحياء غزة المدمرة في الشهر الفضيل وغاب معها الفرح بانتظار إعادة الإعمار ليبعث الحياة هنا من جديد محمد المشهرة وسكينوز عربية قطع غزة